حدا عنده جواب عن السؤال طبعا فينا سألة الداء الزلاقي الداء الزلاقي شو الشي اللي بيدعم رأيها عمر السهال مزمين لاش هيك الصوت كتير واطي عم تسمعوها العمر الأسهال تمام طب فيه شغلة تانية مهمة غير العمر والأسهال المزمن تمام هادلي بديها فشل النمو تمام ليش لأنه اتظهر بعمل زيطة طب هل فشل النمو يقتصر على الزلاقي لا كرون كمان ممكن يعمل فشل النمو لأنه عم يأثر على امتصاص عناصر مهمة معتا نحن نسينا نقول كمان أنه فشل النمو يدعم كرون بعمل صغير مشان هيك بتلاعوا أنه استقصاء كرون موجود بتحري قصر القامة تذكروا بالغدية بالقسم الأطفال كان فيه استقصاء وجعنا سؤال عليه أزب تذكروا أنه كرون مهم أن يفكر فيه طبعا في حال كان فيه موجودات موجهة هضمية بس هنا فيه ملاحظة حاطيكم ياها أنه الزلاقي حتى أزا ما فيه اسهال عند طفل لديه قصر قامة لازم يتحرر تمام؟ هاي القصة خلوا ببالكم لأنه مو شرط هاي معلومة يعني أنا بصراحة باستقرب منها بس مؤكدة أنه مو شرط يكون فيه اسهال أوقات يكون فيه عندي أشكال لا نموذجية من الزلاقي بيكون جاي بس جاي الطفل بتظاهرات لا نموذجية قصة قصر قامة مهمة جدا هلا نحكي كيف نستقصي طيب هلا معناتها ناس آلة كرون وناس آلة زولاقي حلو بيكفي لأنه صعب بصراحة يعني يطلع معناك تنهي حنشوفوا دول أهم اتنين هلا قائمة عنا قائمة نزولوا لتحت حتلاقوا أنه هذا السؤال يبالأزرع عم يقولوا لكم ما هي تشاخيصك التفريقية تمام؟ فحاطين هذا السندوق فيه أسباب حسب شو؟ حسب المعي دقيق وغليز تمام؟ هلا الدقيق شوفوا شو حاطينا الداء الزولاقي السبرول الاستوائي أخماج طفيلية هي بتهمني عند الأطفال متلازمات عواز المناعة تمام؟ كرون ويببيل ما خطوري على ويببيل؟ هذا يمكن يشوفوا الواحد مرة بالبلد كلها مرض نادر أه وعواز بروتينات هيا بروتينات شحمية كمان نقيمة شوي لأنه يعني صعب مناقشته هلا هلا الركزولي بس على كرون والزولاقي السبرول الاستوائي هذا مرض نادر محرض بآلية خماجية السالمونيل لو مدري شو يعني منشوفه اسمه استوائي منشوفه مناطق الاستوائي بشيك ما بهمني الأخماج طفيلية بتهمني خاصة عنه بالبلد اسكريس شو اسمه دولة الديدان الكبار دولة من القوات وكذا وها الأشياء العوساء العريضة دولة تذكروا الديدان كانوا ممكن يأسوا على انتصاص العناصر مثلا القوات العفاجية بتاعنا فقرنا بعوز الحديد بي 12 يعني ممكن يعطوك نصورة سريرية شوي لو كانوا يعتدأ ب 2017 ويتطورمل ن entrepreneur عوز بالامر في الاخرnahmen الدليل على هذا الكلام يعني لكم craig اي مقاربة قصر قامة تم إلا انهم 군ك بتحقيق يجرح انهم اخمار قصر انهم يعنم بيود وكيسات نتحررها بالبراز ومنطلب قضاد الزلاقي هلا قضاد الزلاقي هلا نتحرر الزلاقي وقلنا انه هلا حنشوف بكتتمت الحالة كيف نتحرره بس هلا خلوا ببالكم هالفكرة هلا حاطيركم انه نماط الامعاء الغليظة حاطيركم الاي بي اس داء الميع والالتهابي والتياب الكولون المجهري كما انتياب الكولون المجهري حالي نادرة بهمني هلا الاي بي اس الاي بي اس رجاء رجاء انا عمشوف اخطاء مرعبة بتشخيص هيا المتلازمة رجاء انتبه الكولون العصبي 90% من الشعب السوري معه انا مرة داومت بياضة هضمية صدقا 45 مريض كان عندهم اي بي اس وهذا الحكي كان مبارح مو من زمان 45 مريض انا عن جد داخلي عن الدكتور كلهم اي بي اس وكلهم عراض وصفية بس شو الشي المشترك بين كل هالمرضى غياب شغلة شو هي حدا بيعرف غياب شو مو بس شغلة كزا شغلة هنا لحتى اقول اي بي اس غياب شو ما اسمعك علي ابدا تبدل عادة اعداد التغوض هو احد معايير تشخيص الاي بي اس يلي بدي ياب الاي بي اس غياب العلامات المنزرة العلامات المنزرة لازم تكون غير موجودة شو ان العلامات المنزرة او الرايات الحمر بالهضمية حدا بيعرف شي منه ما بعف حاول اطلع انا وارجع فوت لانه الصوت كتير واطي مع بسمع حدا ايه جاوا بالله احكولا شو حدا يحكي نعم نقول لغايات الحمر العظمية ايه اسهال مدمع الدم حلو الدم ممتاز بيغض النظر عن اسهال ولا شو المهم انه دم كمان العمر اشتي زحير الزحير لا مو علامة بالعكس تماما الزحير شغلة ظريفة يعني مو شغلة ظريفة هلا لقلك الزحير انت بفهماني عليك انه بدك تقلي انه والله فيه سرطان قريب على المستقيم هل قادر حكي صح بس ما نو علامة معيارية ليش؟ لانه الزحير يبي تواجد كمان بالتهاب الكولون القرحي وبعض الاخماش حالات الاخماش تمام؟ فبعنات هو ما له علامة منزرة مؤكدة بس علامات المنزرة هي العمر فوق الخمسين وفيما راجع بتقول فوق الخمسة وخمسين تحري الدم الخفي بالبراز ايجابي او وجود نزف صريح فقر دم بعواز الحديد انتبهوا فقر دم بعواز الحديد انتبهوا فقر دم بعواز الحديد خاصة عنده رجل او امرأة بعد السن اليقس هذا علامة منزرة اذا تواجدت معه اعراض هضمية اربعة او وجود غسيان او قياء تمام؟ هؤلاء العلامات منزرة او رايات حمال اسمه الريد فلاقز بالهضمية ننتبه كتير يعني مريض جاي بقصة مثلا الم بطني عمره خمسين سنة فونا نعمل تنظير تمام؟ يعني عرفتو شلون؟ ما انه والله مناخد ناطي بالسيرة اه فننتبه كمان نقص الوزن نقص الوزن ممكن عسرة البلع كمان نحطه ايه؟ غسيان الاقياء ليش ممكن؟ الاقياء الاقياء خاصة بسرطانات المعدة القريبة من الفؤاد او سرطانات المعدة عموما يعني ممكن تحرد يعني ممكن يستيفي عنا اقياء فقر دم بعوز حديد مريض عنده نقص وزن نقص وزن مع اي بي اس هذا كفر شخصا مع بعض تمام؟ ما بيصيد ما بصير يكون في نقص وزن مع الكولون عصبي ما بصير يكون في عندي فقر دم يعني فقر دم بعوز الحديد او دم من علوي او يعني سواء اقياء دموي ولا تغوض دموي تمام؟ هاي الامور كله ما بصير تكون موجودة مع الاي بي اس وننتبه كتير طيب هلا نحنا شوفوهم بقى بلا الاسئلة المكتوبة عم يقول لكم انه لازم فورة مقاربة لي اسهال اعرف انه هو على مستوى الامعاء الدقيقة ام الغليظة بعدين عم يقول لكم لما بدي اعمل مقاربة لغاز المريض اسأل الاسئلة التالية هل الاسهال وظيفي؟ حاطي لكم بين قوصين اسئلة بتساعدني اتوجه اعراض صلى زمان لا يوجد اسهال ليلي هذا يعني اسهال وظيفي شو يعني وظيفي؟ يعني اي بي اس او سبب عسط الهضم دي سبيسيا عسط الهضم اللا قرحية منحكي عنا ان شاء الله شيء اه معنات الاعراض اذا صلى زمان وما في عندي شيء ليلي هذا يوجه للشيء الوظيفي نكتم عنها الملاحظة مهمة تمام؟ او لا في سبب عضوي وظيفي يعني حطوا بالكم كون العصب يشان ما تضيعون العضوي حطوا بالكم مثلا ورم حطوا بالك مثال لتقدر تحفظ هذه الاعراض تمام؟ هلا السال الليلي لنا نحكي عنه معلومات مهمة في خلوا بالكم هلا اوج كمان تاني شيء نحدد هالنوطة مع دقيقة او غليظة وجاوبتوني هالسؤال السؤال يلي بعده الصفات المرافقة لسؤال الامتصاص هل هي موجودة؟ وحكيناها فوق براز كبير كريه الرائحة دهني رغوي الى اخرهم الصفات اللي قلت لكم ياها هل يوجد اعراض تدر على استجابة التهابية جهازية؟ يلي هي الحرارة تعرق الليلي الى اخره هي بتكون مرافقة للاورام او الامراض الالتهابية هلا من خلال هاي القصة الون عمل لكم من خلال القصة لحالة يبدو ان لدى هذا الصبي او هذا الفتى اسهال مزمين من نمط امع دقيقة وصفات تقترح سوء انتصاص كتير اشخاص من الموجودين قدروا يتوجده وحتى من الساعة كتير انا متأكدة انه في ناس عرفين فننتبه كتير لهالجملة هلا هان حاطينا خزعة طلعت معنا على اليمين عندي المرضي وعاليسان عندي الطبيعي لاحظوا لاحظوا شلون صافي عندي امي حاق بالشكل الطبيعي للزغابات على اليمين بينما الزغابة الطبيعية في عندي هذا التبارس بعدين عندي يعني الفيلاس زغابة بعدين في عندي اغوار كريبت شوفوا شلون الحالة المرضية شو صافي عندي امي حاق هذا الحكي بالزولاقي بس الشي المميز بها الصورة هو وضوح الرشاحة الالتهابية اللي هلا لحنا نحكي عن آليته فخلوا ببعلكون هذا السام الأسود عمي وضح لي الرشاحة اللي هي يعني لنفاويات مرتشحة داخل الظهارة هلا شوفوا بقى هون عم يحكوا لي على معايير زولاقي له معايير نسيجية اسمه معيار مارش ما لحنا نحكي عنه اختصاصي بيقيم لي يعني حسب الموجودات اللي شايفة بالتشريح المرضي وبيعطيني شو معيار واحدين ثلاثة اربعة الى اخره تمام فبس هيك ملاحظة هلأ في شغلة بتهمني بالله في هاي الفقرة عمل لكم الجياد يا لامبيلا خمش تبعة تمام هو هذا الصبي طلع عنده يعني الجياد يا فعمله الممكن تكون هي مساهمة بهذا الامر بس الجيار دي ننتبه نخلي عنا الملاحظة موجودة بدافدسون الجيار دي بتسبب هاي المنظر هيك بالزغابات شبيه شوي بالزولاقي شبيه شوي تمام ضمور زغابي تحت تام نسمي فالجيار دي اكبر مقلد خلينا نقول يعني مقلد كبير للزولاقي بالاعراض يعني في مرة شفت صورة لطفل مصاب بالجيار دي خالص وصلنا لمرحلة يعني مراحل كتير متقدمة انتفاخ بطن شديد وهيك ومراحل عوز بروتين واموره كتير صعبة فهذا الحكي خاصة بالمناطق المهملة الفقيرة الافريقية وإلى آخره ممكن يصلوا لها المرحلة الشديدة الجيار دي تأثر فعلا ليش تتذكروا انها شون هيك شكلة مثل بتبلعت على الأمعاء بتعود مدري شلون هيك ما بتعود تخلي العناصر تمتص بتشكل مثل حاجز على المخاطية يمنع المتصاص فأعراض ابنوبلا يستهان بها تمام؟ فننتبه كتير لأخماج الجيار دي هلأ كيف بدي عالج الجيار دي ممكن تأزمي تمام؟ شاك عملكم تشكل مستعمرات بالأمعاء وبتعود يعني بتسكي بس غالبا المفروض انه يتم الاكتشافة يعني قبل هل يعني ما بعد سنوات لا المفروض فترة أقل من هل هلأ هلأ المعالجة اللي احنا نحكي عنها شوية تاني كلكم تعرفوا انه هي حمية خالية من القلوتين بس لحتى نعرف شو هاد القلوتين سننتقل الى سلايدات دول اسموزز قبل ما ننتقل الى اسموزز بس آخر شي حاطي لكم كي بوينتس دولة ومسائل عالمية نقاط مفتاحية ومسائل عالمية آخر شي عملو لكم انه هاي المعلومة لا ننساها الزلاقي يؤثر على واحد بالمية من السكان وبالتالي هو مرض شائع اسباب سوء الامتصاص هو الزلاقي واذا كان بالعالم واحد بالمية فعنا اكتر تمام؟ يعني هو وجوده عند اقارب درجة الاولى اختطار 10-15% اذا واحد مصاب يعني فعنده قريب درجة اولى مصاب فهو احتمال ينصاب 10-15 احتمال منيح ويفضل زواج الامتصاص تخيلوا صار في زواج اقارب سات النسبة 30 تمام؟ فشيك عنا الزلاقي السابين شاف اكتر من غير مناطق طيب هلا عم اقول لكم بس بالله شوفوا لي هاي النقطة التانية انه الزلاقي انه هو مرض الطفولة فقط هذا كلام مغلوط في عندي زلاقي بالغين وهذا تشخيصه يعني يشكل تحدي سريري تمام؟ موش سهل تشخيص زلاقي بالغين فعم اقول لكم هاي بالله نكتبه حالي على الواتس كلياتنا كتير مهمة الجملة وحدا ينساها الزلاقي عند البالغين يتظاهر بشو؟ حالتين اما نموذجي او لا نموذجي تمام؟ النموذجي هو الاسهال المزمن بالصفات اللي شفناها فوق واللا نموذجي هو ما يلي قصر قامة فقر دم معند معند ما يتخطحت معند هداك اليوم بنسئل سؤال من بنت انه هي خايفة انه يكون عند اخوه هيك امراض هو بس عمتو فقر ننبي عوز الحديد عمره 13 سنة موها فقر الدم الشديد خضابه 12.7 يترى هذا يستدعي كل ذلك الخوف احدهم وطبيب للأسف خوفه جدا الا لازم تعمله مدرشو 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 يعني لازم هذا الامر ما بينترك بنوب طب هدا الحكي صحيح فتى بيعز نموه بزروة بلوغه وشوي نازل عنده الخضاب يا ترى هذا يعني ابدا بس ما عنده غير هالعرض تمام شوية يعني هاله الفقر الدم هالخفيف اكيد هذا ماله مبرر مثلا لتحرير زولاقي اكيد لا ليش ما في عرض ولا عرض تاني بنوب شي طبيعي انه يكون صار في عنده زيادة استهلاك اكتر من الوارد فنكون حكيمين بالمقاررة فقر الدم معند يعني عطينا اول مسلا عطينا تلت شهر ست شهر سنة ما عم يستجيب مسلا تمام ما عم يستجيب له تعويض الحديد ده عزمي استقلابين انتمه للقصة جدا خاصة عند النساء المتقدمات بالسن المصابات بالزولاقي دائما دائما اذا تكون عم تقروا حالي عن امرأة مصابة بالزولاقي خاصة النساء ليش ان هنا اصلا اكتر اصابة من الرجال ضعف بالزولاقي يعني الزولاقي سيطرته نسائية والنساء بتعرفوا عندهم عامر خطورة له شاشة العظام فمشانيك كتير بيكون هاي امرأة عم يعني تاخد مثلا فيتامين دي وكذا ويعاضة يعني مراقبة لقصة الكسابة واخر شي العقم تمام ممكن يكتشف بسياق نقص خصوبه تمام هدول التظاهرات اللا نموذجية نخليون ببالنا رجاء هل عم يقولوا انه الزولاقي يعني ما مهمهي انه هو يتبع ظاهرة الجبل الجليدي انه يعني فيه اشخاص عرضيين بالمقابل فيه ثلاثة العشرة اشخاص يبقون غير مكتشفين تمام عندهم اعراض بسيطة او اعراض يعني مكتير من اسرع متعايشين معها تمام هدول الاشخاص كيف يكتشفوهم ببرامج المسيح خاصة الافراد عليه الخطورة انا حبيت اني اعمل احكي عن السكرينينج تبع افراد عليه الخطورة بس لقيته كتير تخصوصي وحاطين شروط وحاطين يعني فلقيتها اصابة لا مرفوط فيها ما انه علاقة فيها بس حاطينها معلومة بتهمني كطبيب عام انه اي شخص عنده هاي الحالات نفسي لي فوق فقدم مزمن قصر قامة الى اخره سكة انا متطول وامراض بناعية اخر هلا منسكرها نسكر بعضها هدولة ممكن انا اعمل عندهم تحري للزولاقي خاصة يعني اطفال العيلة او تمام مشان ما يتأثر عندنا النوم هلا هون بقى عنا ابل ما ننتقل بالله لهذا السلايد لانه حيصير فيها وكتير حكي هلا عزولاقي نكمل مقاربتنا هلا حكينا منيح انزولاقي اخذنا معلومات هلا حكينا منيح انزولاقي اخذنا معلومات